حل هذا المشكل على تطبيقك الخاص snapchat اليوم سنتعرف على هذه الطريقة من خلال ضغط على التطبيق والإعدادات هنا ثم نأتي إلى نافذة الإعدادات والطبط نقوم بالنزول للأسفل نأتي إلى التطبيقات نضغط عليها ثم نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة هنا نقوم بالنزول للأسفل لنبحث عن تطبيق snapchat في هذه نافذة الخاصة نقوم بالنزول ثم نضغط على تطبيق الصبشات ثم بعد ذلك سوف يأخذنا إلى معلومات التطبيق هنا نقوم بالنزول نضغط على إيقاف إجبالي ثم نضغط على موافق بعد ذلك نقوم بالضغط على مكان التخزين هنا نقوم بالضغط عليه ثم نأتي إلى نافذة مكان التخزين نضغط على مسح البيانات وبعدها نضغط على مسح التخزين المؤقت ثم بعد ذلك سوف تقوم بإطفاء وتشغيل هاتفك لحل المشكل وهنا نكون قد انتهي لا تنسوا الشراك والتقطة على الزلايك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله